كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمنصلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب في هذا الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قلت يا رسول الله أو قالوا يا رسول الله كيف يقرأ في ليلة ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدلوا ثلث القرآن رواه الإمام مسلم الله أكبر فضل الله عظيم وأجره كبير فالله سبحانه وتعالى يعطي الكثير على القليل قل هو الله أحد هذه الصورة العظيمة قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد تعدل ثلث القرآن أي تعدل في الأجر وتعدل في يعني في المعاني العظيمة التي احتوتها هذه الصورة فالقرآن كما نعرف ثلاثة أجزاء كما في الحديث الله تعالى جزأ القرآن كما في الحديث ثلاثة أجزاء ثلث أخبار وثلث أحكام وثلث توحيد وهذه السورة اجتملت فقط على توحيد الله سبحانه وتعالى لم تذكر قصصاً ولا أحكاماً فقهية كما ذكرت في كثير من سور القرآن إنما اختصت لتوحيد الله سبحانه وتعالى وفضلها عظيم من فضلها أن من قرأ هذه السورة في ليلته فكأنما قرأ ثلث القرآن يعني كأنما قرأ عشرة أجزاء من القرآن لذلك قال بعض العلماء من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن ولا يعني هذا الاستغناء عن القرآن أو استغناء عن قراءة كتاب الله عز وجل ولكن المقصود من ذلك الأجر والله ذو الفضل العظيم وإلا الإنسان مأمور بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على ختمة كتاب الله سبحانه وتعالى في كل ثلاثة أيام أو في كل أسبوع أو في كل شهر أن يقرأه وأن يتدبره كما قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين فقل هو الله وحد قل يا محمد خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع قل هو الله وحد الله هو اسم الله الأعظم التي يتضمن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الله هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوب هو الله الذي لا إله إلا هو علي بغيبي والشهادة فذكر هنا إسماني لم يذكر في سورة غير هذه السورة قل هو الله أحد أحد أي لا ثانية له ولا آخر له فأحد تختلف عن الواحد فأحد قال العلماء أي لا إله معه ولا آخر يعني يشابه أو ندّا له قل هو الله أحد الله الصمد الصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه الذي تتعلق به القلوب وتقبل إليه في حوائجهم ودعائهم تقبل إلى الله سبحانه وتعالى فهو صمد سبحانه وهو أيضا غني عن خلقه عباده مفتقرون إليه لا جوف له كما قال العلماء فالله تعالى لا يطعم وهو يطعم سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم عز وجل قل هو الله أحد الله أحد في عبوديته أحد في أسماءه وصفاته أحد في عبادته أحد في ربوبيته قل هو الله أحد الله الصمد تتعلق به القلوب وتتعلق به الألف إده والألسن تلهج إليه بذكره ودعائه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الله الصمد لم يلد نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إد سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا مثيل له ولا شبيه ولا ند له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد قراءتها وردت وفضلها عظيم كما قلنا تعدل ثلث القرآن وأيضا ورد لها فضل بأنها تقرأ دبر كل صلاة وهي من أذكار الصباح والمساء تقرأ ثلاث مرات بالإضافة إلى سورة الفلق والناس وأيضا تقرأ عند النوم كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ في يديه ثم يمسح بها وجه وجسده وأيضا من فضلها أن العبد ينال بها محبة الله ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها أميرا وقائدا فكان هذا القائد إذا صلى يختم بقوله والله أحد إذا قرأ سورة بعد الفاتحة لا يركح حتى يقرأ بسورة الإخلاص فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي دعاك إلى هذا الأمر يعني أن يقرن كل سورة يقرأها بعد الفاتحة بقوله والله أحد قال هذه سورة الإخلاص وإني أحب أن أقرأ بها فقال أحبك الله من أجل ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص سورة عظيمة كما قلنا تقرأ عند النوم وتقرأ دبر كل صلاة وتقرأ على المريض بالإضافة إلى المعوذتين الفلق والناس والفاتحة فقراء كله شفاء هدى ونور وشفاء لما في الصدور من قرأها له بكل حرف حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف والحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى ضعاف كثيرة فينبغي المسلم أن يحرص على تلاوة كتاب الله وأن يحرص على تلاوة هذه السورة فمن قرأها عشر مرات بني له بيتون في الجنة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لهدى ونجعل عملنا في رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور